ميليشيا سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري فصيل مسلح لا علاقة له بالاسم سوى ما علق بالأذهان من انتهاكات ارتكبتها عناصر غادغ الميليشيا التي كانت تسمى سابقا بجيش المهدي صاحب السجل المكتظ بذكريات جرائمه الطائفية والتي كان نواة انبثقت عنه معظم ميليشيات أحزاب السلطة اليوم لم يسعى زعيم التيار الصدري مقتر الصدر نحو لجمع ناصر ميليشياته رغم انتقاداته المستمرة لميليشيات خصومه التي لطالما وصفها بالوقحة ومع تنامي الصراع بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي وجد مقتر الصدر بالسراية أداة لترهيب منافسيه في حزب الدعوة وبدر والعصائب ووسيلة للابتزاز لأجل الاحتفاظ بالمكاسب والغنائم مقابل ضمان عدم الدخول بصراع مسلح مع قوى إدارة الدولة وصمت الحكومة على ممارسات ميليشياته الخارج عن القانون ضد المدنيين ممارسات ضد المستضعفين وجد الصدر فيها رسائل لخصومه بأنه قادر على إشاعة الفوضى متى ما أراد حتى امتد التعنيف الذي يقوم به أتباعه لمدغمة واقتحام منازل منتقديه وتعذيب الناشطين بطرق إذلال مختلفة ومنها إجبار عائلات متضاخري ثورة تشرين على حلق رؤوس أبنائها الرافضين للانصياع لنفوذ الميليشيات انتهاكات يجد لخص صدر مبارراتها بزعم القدسية بمجرد إجبار أنصاره الغارقين بالفقر والبطالة لترديد هتاف وهو كلا كلا أمريكا كلا كلا أمريكا